بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة الطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية درس اليوم بانوان الجملة الاسمية الجملة الاسمية ابناء وبناته هي التي تبدأ باسم وتتكون من رقنين اساسيين هما المبتدأ والخبر كما علمنا ذلك سابقا والمبتدأ هو اسم يقع في اول الكلام او يتأخر في مواضع محددة والسؤال هنا ما انواع المبتدأ المبتدأ يقع اسما ظاهرا مثل العلم نور ومحمد المجتهد ويقع كذلك ضميرا مثل هو مجتهد وانت محترم وانا مقاتل اما الخبر فهو الذي يحسن السقوط عليه او هو المتمم للفائدة مع المبتدأ انواع الخبر يقع الخبر على خمسة انواع مفرد هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة مثل النصر قريب النجاح لذيذ الطعم لاحظ كلمة قريب تجدها اسم لم يتصب بضمير ولذلك نقول انها خبر مفرد وكذلك كلمة لذيذ النوع الثاني خبر جملة اسمية وهي تشتمل على مبتدأ وخبر يكملان المعنى مع المبتدأ الاول ولا بد من اجتمالها على رابط يربطها بالمبتدأ الاول ومثال ذلك الطلاب اخلاقهم جيدة العمال انتاجهم جيد روح اذم جملة اخلاقهم جيدة هي جملة اسمية تكونت من اخلاق مبتدأ وهم ضمير وجيدة خبر والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الاول وهو كلمة الطلاب وكذلك انتاجهم جيد النوع الثالث جملة فعلية والجملة الفعلية هي التي تشتمل على فعل وفاعل يكملان المعنى مع المبتدأ ومثال ذلك الطلاب يذاكرون والفلاح زراء الحقل لاحظ معي كل جملة تحتها خط تعرف خبر جملة فعلية لانها تكونت من فعل وفاعل وقد يكون هناك مفعول به النوع الرابع شبه جملة وهي التي تشتمل على الجار والمجرور او الظرف ومثال ذلك مستقبل الانسان من صنع يديه يد الله مع الجماعة لاحظ الخبر وقع جار وجرور في الجملتين والجنة تحت اقدام الامهات والغيب عند الله الخبر وقع شبه جملة ظرف خلاصة درس اليوم ابناء وبنات تعرفنا من خلاله على المبتدأ وهو اسم يقع في اول الكلام او يتأخر في موادع محددة وتعرفنا على الخبر وهو المتمم للمعنى المبتدأ وينقسم المبتدأ الى انواع هو اسم ظاهر او ضمير والخبر كذلك ينقسم الى انواع اما ان يأتي مفردا او جملة اسمية او جملة فعلية او شبه جملة جار ومجرور او شبه جملة ظرف والان اعزائي الطلبة اترك لكم الاجابة على سؤال التدريب اسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة السؤال حدد الخبر ونوعه في الجمل التالية الجملة الاولى نصر الله قريب ثانيا النجاح سامرة الجهد ثالثا الحديقة ازهار ومتفتحة رابعا الطلاو يجتهدون خامسا عالم مصر يرفرف فوق ارض سيناء سادسا يطوف الحجاج حول الكعبة سابعا وضعت الكتابة في الحقيبة الى هنا اعزائي طلبات وطالبات السنوية العامة نقول قد وصلنا لنهاية درس اليوم شكرا لكم على امل اللقاء في درس جديد ان شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته